السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأن العلماء قالوا أن قيام الليل هو إحياء الليل في كل ما يرضي الله وبما أننا في مجلس علم فهذه طلب العلم فريضة على كل مسلم كما في الحديث المشهور فنأخذ نية قيام الليل وفي التلت الأخير من الليل النية الثانية نية حضور مجلس العلم قال صلى الله عليه وسلم وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عندهم فإحنا في مجلس علم دلوقتي بنأمل أن رحمة ربنا تغشانا سبحانه وتعالى بما أننا في الأيام الشريفة الطاهرة المباركة دي وبما أن أشرف أوقات اليوم هو الثلث الأخير من الليل فإحنا قلنا يكون عندنا دايما خاطرة من كل يوم في الفجر قبل ما يقدن علينا هذا الأدنى المبارك كل يوم بقى أشارك حضراتكم في شيء قرأته النهاردة أنا النهاردة كنت أقرأ في كتاب الإمام الغزالي أيها الولد إمام الغزالي حجة الإسلام محمد الغزالي المتوفى 505 هجريا إمام شافعي فقيه مربي مشايخنا في الأزهر دايما كانوا يقولوا عليه أنه هو أحد مجدد العصر ودايما كانوا يغصونا بقراءة كتبه وكان زمان مولانا الشيخ يقول لنا طالب العلم لازم يقرأ مجموعة رسائل الإمام الغزالي عنده كتاب كده جامع فيه مجموعة من كتبه الصغيرة وطبعا أشهر كتب الإمام الغزالي إحياء علوم الدين وهو من الكتب اللي المفروض لا يخلوا منه بيت تكلم فيه عن الأخلاقيات وبعض العبادات وبعض أمراض القلوب يعني الإمام الغزالي هذا من أحد أهم الرجال اللي مروا بتاريخ الأمة الإسلامية إمام الغزالي كان عنده طالب علم وبعدين قاعد يدرس سنين على قديه وبعدين هيسيب الإمام ويروح يعلم بعض الطلبة في بلد تانية الشيخ بتربطه بينه وبين التلميذ لما يكون الشيخ صادق ومربي بتربطه علاقة أبوه صادقة وحب ما يتوصفش والواحد لما تتلمذ على أيدي المشيخ ده نوع من العلاقة ما كانش يعرفه قبل كده ما بين التلميذ والأستاذ بالذات لما يكون الأستاذ عالم ومربي ومهتدي بتحس كده أن بينك وبينه نوع من شيء ما يتوصفش رابطة روحية بيبقى أبوك الروحاني أنا آسف أنا نسيت أعمل التليفون سايلنت لو سمعته شوية ترنات كده من واتساب بيتبعت ولا حاجة فأعذروني يعني فبيقوله أيها الولد هو رايح بقى هو طبعا الكتاب ده كتاب ممكن مثلا يبقى حوالي خمسين صفحة بالحجم الصغير ده بس الكتاب ده دهب وأحد الكتب اللي ما شيخنا ربون عليه بيقوله أيها الولد ده أحد وصاياه في الخمسين صفحة ده عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به الحقيقة ده حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكأن العالم بيوصي ابنه التلميذ بوصية سيدنا النبي وما أجمل أن العالم ينقل لك علم النبي عليه السيد أن العالم نفسه هيكون وريث سيدنا النبي استنوا ما أعمل في الفورس هايلانت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلي وأسلم وبارك على سيدنا رسول الله بس بسم الله الرحمن الرحيم ما عودش يدوشنا وإحنا كده الأعداء بالبساطة يعني عش ما شئت فإنك ميت كأن الإمام بيقوله حقيقة الدنيا وبينقله من التعلق بهذه الحياة للواحد في عز انشغاله في الدنيا بينسى حقيقة إن إحنا على الحقيقة كلنا مروحين ربنا بيقول لسيدنا النبي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الشيء الوحيد اليقيني اللي يحصل للأكوان كلها هو الفناء ربنا بيقول كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون فسبحانه وتعالى علم النبي والنبي علم اللغراء يفكروا دايما بعض إن مهما عشنا في الدنيا وربنا أكرمنا وعلى شأننا إحنا بيهنسي بالدنيا دي ده بيعمل إيه في البني آدم أولا بيخلي البني آدم يحوش في المكان الباقي دخلوا على أبو الدرداء في البيت فلو بيته فيه متاع قليل يعني فيه عفش كده قليل كان كثير إنه كان بيزوج بيجوز الناس فكان بيبعت لهم عفش على بيتهم على طول من عفش بيته فواحد قال له وأنت فين عفش بيتك فقال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا عند الله دار هي خير من هذه الدار وأنا أرسل إليها خير المتاع عما لبعت لربنا أحلى قطع أثاث ببعتها للأخرة عن طريق إعطائي لها للفقراء وكان سيدنا الفضيل بن عياض يبص نظرة كده للأخرة وعرف نسائب الدنيا يقول رحم الله الفقراء وجزاهم الله عنا خيرا يأخذون أموالنا منا فيلقونا بها عند العرش من كتر ما كان بيتصدق لأنه عارف أنه سايب الدنيا ورايح عند ربنا سبحانه وتعالى فكان بيقول ربنا يكرم الفقراء هم بياخدوا فلوسنا مننا ويقابلونا بقى شفعاء عند ربنا سبحانه وتعالى فلما الإمام الغزالي بيقول له عيش ما شئت فإنك ميت همش بيكئبوا ولا بيقولوا سيب الدنيا وما تعمرش الأرض وما تبنيش الحضارة هؤلاء الناس كانوا فاهمين يعني إيه بناء الحضارة وأول ألف سنة من عمر المسلمين اتبنت حضارة في الدنيا كلها بسبب فهمهم الحقيقي إن آه إحنا هنعمر الدنيا بس من غير مظلم حد من غير ما روح عند ربنا سبحانه وتعالى ونناسي إن أنا كنت هموت فرايح عند ربنا فجأة أنت عارف لما ربنا قال في صورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت وقال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت هو كان عايش في الدنيا ناسي إن في لحظة فجأة هيحس بحاجة بتتغير في جسمه إيه اللي بيحصل؟ ما فيش جديد حاجة ربنا قال لنا عليها شيء اسمه مفارقة الروح للجسد إنت جات اللحظة اللي تسيب فيها الدنيا حاجتش تحك عليك الدنيا دي ربنا قال عليها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم شيء من أحد أهم ما يعرفه المسلمون إنهما فيه دار اسمها الدار الآخرة لكن صاحبنا ما خدش باله من يعيش ما شئت فإنك ميد فكان بيظلم وبيسلب الأموال وبيشتم ده وبيجرح ده وفجأة لأ نفسه بيسيب الدنيا والإنسان في لحظاته تركه للدنيا بتتجمع كل الأعمال قدام عينيه طب يا رب رجعني قال صلى الله عليه وآله وسلم بعدما طلع ريقه الشريف كده وحطه في يده الشريفة وقال يقول الله أنا تعجزني يا ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه إحنا مخلوين من مية حتى إذا قوية ظهرك واشتد عضدك بقيت عضلات كده جمعت ومنعت خدت فلوس الناس وما رجعتش حقوق جمعت ومنعت ومشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد كنت غاني كده ومعاك فلوس حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لهذا كذا ولهذا كذا أريد أن أتصدق وأنا لك أوان الصدق عايز أطلع شوية فلوس بدل الفلوس اللي خدتها من فلانه وسرقتها عايز أطلع فلوس لفلان اللي أنا خدت منه حق وعايز أرجع هاله وأنا لك أوان الصدق فكأن الإمام الغزالي بيوصي تلميذه وإنت هتسيبني وتمشي عيش ما شئت ناس هتحترمك وتقولك يا عم الشيخ اوعى تاخد حق أحد اوعى تتكبر بالعلم ولا بالدين على حد عيش ما شئت فإنك ميت قال وأحبب من شئت فإنك مفارقه هو الإمام الغزالي بيقوله هنا معنيين مهمين جد أحبب من شئت فإنك مفارقه إلحق قبل ما صاحبك ولا مراتك ولا جوزك ولا أبوك ومك لو أنت بتحبوهم بجد إلحق قوله بحبك قبل ما يسيبك الناس كلها بتحط الورد على القبر وكان الأولى أن احنا نحط الورود على القلوب قبل ما نحطها على القبور أولى من الواحد يبكي بكاء بحرقة ليس فقط بكاء حزن فراء الحبيب إنما بكاء الإحساس بالتقصير الشخص ده ساب الدنيا وهو مش بعش مني الشخص ده أنا كنت بحبه بس عمري ما عبرت له إن أنا بحبه بالطريقة اللي تشبعه من حبي أنت عارف إن إحنا عندنا في اللغة العربية الحب شيء في القلب لو تم التعبير عنه سمي الود عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اسم الودود ليه؟ لأن ربنا دايما بالعطايا والهدايا بيقولك أنا بحبك وبمسامحة للناس اللي مننا ما تستحقش إن ربنا يسامحهم وبإحسانه لمن لا يستحق كل ده تعبير عن الحب اسم الود عشان كده ربنا قال وهو الغفور والودود حط الغفور قبل الودود لأن أحد علامات الودود أن يقولك سمحتك من غير ما تتأسف لي والتوب سمحتك وانت ذنبك كبير قوي وانا نعمتي عليك كبيرة ومع ذلك انت مأثر في حقي وانا بحبك زي ما انت وسمحتك عشان كده هو غفور ودود ولما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الحب وشراكة الحياة والجواز قال ومن آياتيها انخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يعني تعبير عن الحب مش مجرد أنا بحب امراتي شقيانة معايا في الدنيا احنا عايشين فيها دي اقصد شقيانة من أسوتي عليها وجفائي عليها انما الصدق أن يعبر عن الحب فبيقول له احبب من شئت فإنك مفارقه الحق بسرعة عبر عن حبك بلاش تسيب اللي قدامك عطشان منك الحق قضي وقت حلو وانتباصص في العينين اجانب دايما يعودوا يكلمونح عن حاجة اسمها الكواليتي تايم ايه الكواليتي تايم ده يا أستاذي اللي بتعلمني علمك أنك انت الإنسان اللي قدامك بيعرف امته من عينيك بيعرف قدره من اهتمامك نهاردة وانا قاعد مع ابني ولا قاعد وانا بحبه وقاعد مع امراتي وانا بحبها وقاعد مع ابو يا امي وانا بحبهم وباصص في تليفوني ولا بعمل اي حاجة تانية وكأني بقول له قاعدتك بالنسبة لي مش جذابة انا قاعد معاك من كتر ما انت بالنسبة لي مش مليكش قيمة قوي مش قادر تخطفني من انشغالي وما انت قاعد ليه عشان كده دايما يعودوا يحذروا من الانسان يعود قاعدة ويريته ما جه كأنه جيت عشان اقولك انت مش مهمة بالنسبة لي جيت عشان اقولك انا جيت علشان ارمي من علاك تافي الواجب اللي المفروض اعمله انا يا سيدي زورتك يا امي ولا زورتك يا بويا ولا يا سيدي ابني قاعد اتكلم معايا احكي لي بقى مشاكلك وانا باصص في الجورنان ولا في التليفون فيجي انطباع بي يسموه unintentional impact اثر غير مقصود اديته انطباعا انه ملوش قيمة قوي عندي عن طريق ان انا مش بعبر عن الحب بالكواليتي طاعي بالحضور وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يصفه سيدنا عليه ابن ابي طالب في كتاب الشماء للمحمدية للامام الترمذي برضو مشايخنا في الازهر دايما كانوا يقولوني نقرأ الكتاب ده كان يقول سيدنا عليه ابن ابي طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على ذا الحاجة لو حد ليه موضوع يقعد يصبر كده ويصابره حتى يكون هو المنصرف يفضل الشخص ده يتكلم ونبي يصابره وكأن فيه تنافس على الصبر من اللي يصبر الاول سيدنا النبي يصبر لغاية ما يخلص ولا التاني يتعب من الكلام مهما تكلمت أنا معاك بقلبي وعقلي وعنية هو ده التعبير عن الحب وأحبب من شئت فإنك مفارقه وفيه معنى تاني يجي في بالي في وصية الإمام الغزالي لتلميذه أيها الولد قبل ما يسيبه ويروح لبلد تاني يعلم الناس أحبب من شئت فإنك مفارقه فما تخليش اللي بتحبه يدخلك النار لنكو هتسيب بعض أنا أعرف شباب وبنات كتيرة سر بعدهم عن ربنا صحابهم بس مش ده السر الحقي السر الحقي هو خوفه من الوحدة فعمال يطيع صحابه مع أن صاحبه ده غافل وربنا يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة يعني الدنيا ثرتت منه يعني عقد الإيمان والعمل الصالح اترامى منه فهو بيتبع هواه فربنا بيقول مهما حبيت ما تخليش حس حدي يدخلك النار ولا يخليك تضحي بقيمك عشان أنت خايف من الوحدة خايف لو قلت له لأ مش هشرب خمرة معاك ولا مش هلبس بالطريقة دي بناتي تضغط عليهم ولا مش هجزب في الشغل علشان تبقى أنت راضي عني لاحسن يسيبوني بيسمون العلماء في العلم الاجتماع الطرد المجتمعي خايف أن أنا ما ماسمعش كلام لاحسن يبعدوني عن الشلة أنت عارف اللي يبعدك عن الشلة اللي بتعمل الكبائر دي عمل لك أكبر خدمة لأنه بعدك عن الكبائر حتى ولو كنت وحيد على الأقل تنمو عضلات الأنس بالله لأنه أنت مش هنتعلم الأنس بالله إلا إذا كان لك شيخ أنه رب يعلمك أو الحياة رميك وحيد لما تبعد عن الناس مش كويسة وتفريقهم في الدنيا قبل ما نفريقهم بالموت ونروح عند ربنا وربك يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذول الشيطان هو اللي بيوفق ما بين الناس اللي بتعصي ربنا مع بعض فبيقوله الإمام الغزالي فيه أيها الولد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق عبر عن حبك قبل ما تفارق حبيبك ولو حبيت حد ما تخلهش يبعدك عن ربنا قال وعمل ما شئت فإنك مجزي به سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعلمنا في الحديث الشريف اللي في البخاري قال يتبع الميت إلى قبره ثلاثة أهله وماله وعمله فينصرف عنه اثنان ويبقى معه واحد ينصرف عنه أهله وماله ويبقى عمله اعمل الحاجة اللي تحب أنها تنزل معك القبر اعمل الحاجة اللي تحب تجيبها بين إيديك كده وتقدمها بين يدي الله وتقرأها أمام الخلق بصوت عالي تخد بالك ربنا سبحانه وتعالى بيقول اقرأ كتابك فضل اقرأ اقرأ أمام الناس أو أقولك اقرأ أمام ربنا وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقل عمله فسيرى الله وعملكم ورسوله والمؤمنون فبيقوله اقرأ كتابك فالإمام هنا بيقوله انت يا ابني أيها الولد هتسافر وتسيبني وانت كنت ابني ابنه يعني ابن الروحي اللي كان بيربيه ويعلمه قال له اعمل ما شئت فإنك مجزي به يا ابني الحاجة اللي انت هتعملها دي اللي هتقابل بها ربنا عشان كده لما في يوم من الأيام واحد قال لسيدنا خالد ابن الوليد سأشتمك أو سأسبك سبا يدخل معك قبرك يعني هطلع لك سمعة تعيش بيها لغاية ما تموت بيها سأسبك سبا يدخل معك قبرك قال بل سيدخل معك أنت قبرك تكلمت علي كلام فيه بهتان وكذب وفترة انت مش هتطلع علي سمعة لان سمعتي بإيد ربنا سبحانه وتعالى وانا عبد من عباد الله لا أملك من أمري شيء انت اللي لو طلعت علي سمعة تخش معك انت قبرك يوم القيامة والبهتان اللي انت طلعته على إنسان ولا شتمت بي إنسان انت اللي هتقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى وسيقتص هذا الإنسان منك يوم القيامة ويعمل ما شئت فإنك مجزي به كأنه بيقوله يا ابني أنا بفكرك بصلوتك الخمسة أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة بفكرك يا ابني انك انت تصلي صلوتك الخمسة عشان انت ربنا يسألك عنها أول حاجة يا ابني بفكرك بحقوق العباد عشان لما تروح عند ربنا سبحانه وتعالى أول ما يقضى بين العباد في الدماء ما تبقاش سبب فأذية أي إنسان يا ابني وعمل ما شئت فإنك مجزي به ده كان كتاب أيها الولد للإمام الغزالي محمد الغزالي رحمه الله المتوفى سنة خمسمائة وخمسة احنا عندنا في تاريخنا اثنين غزالي مشهورين الشيخ الغزالي المتوفى تقريبا لو مش بتخني الذاكرة 98 تقريبا من 20 سنة دلوقتي الشيخ الغزالي محمد الغزالي وعندنا الإمام الغزالي الشافعي الكبير المتوفى خمسمائة وخمسة هجرية قرأت لكم من كتابه أيها الولد كتاب دا جميل أو ياريت تشتروه وأتمنى يكون في بعض علماءنا شرحه تقريبا على اليوتيوب دوروا على شرحه بس ياريت اللي شرحه يكون عالم أزهري لأن الأزاهرة يعني درسوا هذا الكتاب وعلماءهم علموهم فشرحهم متوسع وجميل وقريب وبسيط جدا جدا يعني يا رب بكل يوم أقدر أقدم لحضراتكم علم نافع وتكون خاطرة فيها قيام للليل والطلب للعلم وإن شاء الله بإذن الله يمكن بكرة في خاطرة الفجر هبدأ في آخر خمس دا كده في الخاطرة أرد على بعض الأسئلة اللي حضراتكم بتبعتوها بعد الحلقات وأتمنى تتابعوا حائر على ON-E كل يوم الساعة 6 يمكن الإعادة بتاعته لسه هتنتظم إن شاء الله كمان كم يوم لكن هو البث الحقيقي ليه كل يوم الساعة 6 العرض الأول يعني وهتلاقوا طبعا على السوشال ميديا عندنا سواء على صفحتنا أو على صفحة ON-E ربنا يكرم الجميع ويرضع عنكم وتابعوا كمان السلام عليك برنامجنا على تسعين تسعين وربنا يتقبل لما تصحرش يوم يتصحر ولما صلاش الويتر يوم يصلي ولما صلاش قيام يلحق يصلي ركعتين قبل الفجر وأشكركم جدا السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة